زيكم يا شباب الاخبار يا رب نكون بخير ده حل امتحان ازهر تجريبي عشرين اتنين وعشرين. اه نحاول نستفاد من الاسئلة اللي جات فيه. اه هو الامان الاسئلة بتبقى ابسط بكتير من النظام بتاع السنوية عامة العادي. لان هو يعتبر بالنظام القديم. فالاسئلة بتاعته بتبقى خفيفة شوية. اه شخص قصير القامة. يعني شخص قصير. اه سليم القوى العقلية. دي كانت نقطة مهمة جدا. اه لازم نعرفها. وحنا لو قصير بنفكر في حاجتين. يا قزامة يا قماءة. طيب مين فيهم اللي عنده مشكلة عقلية هو القماءة لانه عنده نقص في السيروكسين ده بيأثر على القوى العقلية. هنا بيقول لي سليمي بناخد القزامة. خلاص ده نتيجة نقص النمو. تمام يا شباب? طيب. السؤال التاني الفقرة التي تتوسط العمود الفقري. احنا عندنا تلاتة وتلاتين فقرة. الفقرة اللي في النص هي سبعتاشر ستاشر قبلها وستاشر بعدها. وهي السبعتاشر اللي هتتوسطهم. نص التلاتة وتلاتين يعني. الميلوزيتات آآ بتكون بلازموديوم المالاريا بطريقة ايه? هل الانتشار غلط? هل التجارسهم غلط? هل التجدد غلط? التقطع. الميلوزيتات جاية من آآ آآ اللي كانت جوه الكبد. وقض الدورتين بالتقطع جابت لنا الميلوزيتات. اربعة يتم افراز الاكسان مضادة عند التعرض لنفس الانتج النفس الانتج المرة اخرى. بما ان هو نفس الانتج المرة اخرى يبقى اكيد باقية زاكرة. مش صر ليا ولا تايد اكيد. طب هل باقية زاكرة هنا بيقول نفس الانتج المرة اخرى يبقى باقية زاكرة. آآ سؤال الخامسة الفقرة اللي تتصل باول ضلع عائم. احنا عندنا ضلع عائمة متصلين بالفقرة تمنتاشر وتسعتاشر. احنا نحافظينهم كلنا. فاول واحد يبقى اكيد اللي بتتصل بالفقرة رقم تمنتاشر. عدد الانوية في موتوك. خلينا ناخد السؤال ده كده. آآ عشان نشرحه بالرسمة. عدد الانوية التي تتتصل آآ عدد الانوية الانبوبية في موتوك زاهرة. هو هي بيسأل على موتوك. آآ يحتوي احد اكياسه على خمسة خلاج ورثومية. الكيس الواحد في خمس خلاج ورثومية. هنا بيقول الكيس اللي فيه اوكي احنا نرسم الموتوك. الكيس الواحد في خمس خلاج ورثومية امية كل واحد بتجيبه اربع حبوب لقاح. ازا الكيس في عشرين حبة لقاح. عشرين 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 يبقى عندنا تمانين حبة لقاح. كل حبة لقاح هتكون نواة امبوبية معنا عندنا تمانين نواة امبوبية. تمانين نواة امبوبية. هنا بيرسم الفقرة. هنا دي سهلة طبعا. هنا مراحل الاخصاب الصناعي لاطفال النبيب. كله ده كلام سهل. اللي بعده. الخلايا المسؤولة عن استجابة الجسم الفورية. الموضعية ضد مستضد. اولا دي استجابة سريعة يعني دي مناعة طبيعية مش مناعة مكتسبة. فهاشتر بالتاقية وهاشتر بالباقية. اتباع عندي الصرية والبلعمية. مين اللي بيشتغل الاول الصرية ولا البلعمية? اكيد الصرية. عشان الصرية هي اللي بتطلع الهستامين والهستامين ده اللي بيسبب الالتهاب. اه لما بيحصل الالتهاب بتجيلنا البلعمية. فهنا قال فورية بان اختار مين الصرية. اتنين عدد مجموعات الهايدروكسي للطليقة. مدام قال طليقة يعني حرة دي اجابة سابتة كلنا عارفنا في الجزيء بتبقى اتنين. لان ده هو واحدة هنا. واحدة هنا. خلاص. اقصى عدد انواع اه شفارات احماض امنية في جزيء معاين من ان امار ان اقصى عدد للشفارات اه الاحماض الامينية اللي هتترجم تبقى احماض امنية هم احد وستين. يعني ان عندنا تلاتة واقف دول مش هيجيبه احماض امنية. الهرمونة لازي يعمل على تكوين الاونيبيبات اللي بيكون الاونيبيبات المنوية ده اما اللي بيكون الخلال بين يمين سؤال خمسة عدد زرات الفوسفور في لفة واحدة من جزئ دي ان هي لفة فيها كام عشرين. اذا هي فيها كام فيها عشرين. لان اللفة فيها عشرين اذا الفسفور كل فيها اه مجموعة فوسفات يعني فيها فسفور. اه ستة ارتبط تتابع مضاد الكودون بتتابع في عملية يعني حاجة وحاجة هما دول من امت الارن اي والارن اي بيمسكوا ببعض لما الارن اي والام ارن اي في عملية الترجمة. اكيد ما بيمسكوش في نسخ ولا تضاعف والاستين سايخ. هنا ده سؤال سهل لو نقص يؤدي لزيادة كمية البول. اكيد لانه بيعمل عدد انتصاص الماء. اه بعض الحيوانات اكثر انتشارة على الاخرى. اه دي لان هي بتبقى بحسا عن الغذاء والجنس. وعندها قدرة على الحركة وسائل الحركة. كلها سهلة سهلة. النظري سهل جدا. آآ ظل آآ سؤال واحد تتواجد القطع العضلية. في كل العضلات التالية مع ده. قطع عضلية يعني خيوط آآ اكتين وميوسين يعني مخططة. يبقى دي كلها عضلات مخططة مع ده مين مع ده? اكيد الشريان لان الشريان ده عضلات ملساء. ملساء. طيب. يحدث ان انقسم الميوز الثاني للبويضة امتى? او ان انقسم مشروط او معجل بيحصل في قناة فلو. يقوم انزيم نقط باضافة جديدة للنهاية آآ تلاتة للشريط الجديد. آآ 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 عندنا كده ده انزيم ايه اللي بيضيف? اللي بيبني? كلنا عارفين? واكيد انزيم البالمرة. واكيد مش الربط ولا اللولب ولا القصر. الربط ده بيربط واللولب ده بيفصل والقصر ده بيقطع. الوحيد اللي بيضيف والبالمرة. كنت بحب اقول عليه بناء مهندس. ده المهندس بتاع البناء. اربعة يتأثر الكبد في الانسان بهرمون ايه? الانسولين ولا الادرينيين ولا جلوكاجون ولا جميع ما سبق? تعارفين الانسولين يدخل جلوكوز يحول جلوكوجين ويجي لادرينيين يطلع الجلوكوز هو الجلوكاجون فكلهم بيأثروا على الكبد. الخلايا التي تنشط الهياتين المناعة الخلاوية والخلطية مع معلمية اللي بتنشط الهياتين المناعة الاتنين واشتركت في الاتنين ست كل ست البنات المعلمة الكبيرة لان دي بتقف تشتري من كل حاجة من الخلطية وهي اللي بتنشط الاتنين وبتطلع في الخلطية وبتطلع وسايتوكاينات في الخلوية. ترتبط القاعدة النيتروجينية بزارة الكربون رقم كام في السكر الخماسي. احنا لعندنا لو ده السكر الخماسي. فاحنا عندنا دي سي واحد. دي بتتصل بمجموع بالقاعدة هيدروجينية. اذا متصل بالكربونا رقم واحد. اما الرقم خمسة دي بتتصل بمجموعة الفوسفات. خلاص. فايف فوسفات. اما سري دي ممكن تبقى اي وان تو سري تبقى بالهايدروكسيل لو كان اخر اخر حاجة في الشريط. اوكي شباب طيب. هنا بيقولك استخرج الكلمة الشزة. دول كلهم هيرمونات بتأثر على الكابل يا سيدي وده ما بيأثرش. دول كلهم هربونات بروتينية وده هربون دونيا سيدي. في كزا حل يعني. لوحة الكتف الدلوع القص الفقرة. كل دول كل دول آآ هيكل محوري لكن لوحة الكتف هي اللي طرفي. بلاناريا اسفنج نجمع البحر الجنباري. كل دول بيعملوا تجدد لكن لكن ده بيعمل آآ تكسر تجدد لكن ده بيعمل استعادة الاجزاء المقطوعة. هستمين انترفيرونات ان كيس من المنفوية. كل دولة مناعة طبيعية. اما ده آآ مناعة مكتسبة. آآ حد تاني اللي رأيه يقول لك كل دول مواد ودي خلية. بس يعني هم دول هو قصدوا ان دول كل مناعة طبيعية ودي مناعة مكتسبة. ادنين صايمين يوريسيل كلهم قواعد مع ده ده حمض نووي. لولة مزدوج انزيم ربط عمليات ترجمة عمليات تضاعف. برس آآ شايف التضاعف والربط واللولة بالمزدوج آآ كل دول اشتغلوا مع بعض في عملية التضاعف. لكن عملية الترجمة هي دي المختلفة عنهم. اوكيي اا اللي بعده. عدد انزيمات في البكتيريا احنا عندنا في البكتيريا كان بالمرة بالمرتين بالمرة تضاعف الدي ايه وبالمرة واحد بينسخ التلاتة ار ان ايه بالمرة ار ان ايه لكن عامل في حقيقت ان هو احنا عندنا اربعة. عندنا واحد بالمرة بتاع تضعف. عندنا تلاتة بالمرة بتاع نسخ لآر ان اي. لان قلنا كلنا في النسخ بتاع الان اي. فحقيقة ان هو كل واحد بيتنسخ بانزيم بالمرة. يبقى حتى النسبة كنا بنقول للسؤال بتاحها اتنين الى اربعة يعني واحد الى اتنين. خلاص دول اتنين ا violently يعني النسبة واحد الى اتنين. الخلالة تتوجد من نسبة كبيرة في جزر من الاكتر يا طالع ارفة ولا بيت احنا انتفقنا هي الاكتر عشان دي بتطلع الانسولين. وانا بركزت في الرسمة هتلاقيها هي الاكتر. همحتاجين انسولين اكتر مما محتاجين. اقل عدد من وصلات العصبية العضلية في الواحدة الحركية. الواحدة الحركية اللي في العصب يغزق ليها في عضلية من خمسة لمية. يبقى قال عدد كام? قال عدد خمسة. قال عدد خمسة. طيب عدد الاكسام القطبية لتنتج من مبيض واحد في قناة آآ في فتاة بلغة خلال عام. هنا العام ده اتناشر شهر. هو بيقول لي مبيض واحد يعني آآ ست شهور. بتجيب كم جسم القطبية فتاة بلغة ما ليش متجوزة. يبقى الجسم القطبي بيطلع واحد بس كل شهر. فواحد في ستة بستة. طبعا هنا مش لقين ولا واحدة فيها ستة. فهنا الاختيارات كلها غلط. وعدلوا الاجابة وحطوا ستة في الاختيارات. فالاجابة ستة او سبعة تقريبا. لكن مفيش تنشروا الكلام ده اللي مكتوب. هنا في غلطة في الاجابات وهم صححوها في النموذج التجريبي. آآ يتصل الحزام الحوضي بالفقرات ايه? الحزام الحوضي? احنا كنا بنشوف المنظر ده. ادي الحزام الحوضي متصل بدي العجازية. يبقى متصل بمين بالعجازية? اهي. آآ يتم التكاثر في زراعة الانسجة باستخدام نجزة النباتية معادة. هنزرع اي حاجة من دول معادة مين? معادة حبوب اللقاح. لان دي نون. اما البيضة كله خلايا جسدية بتبقى اتنين نون. يعني مادة ورسية كاملة. لكن حبة اللقاح دي خلت بشرط ان انت تزرع المادة الورسية كاملة. المناعة تمثل خط الدفاع الاول لمنع النبات من الاصابة. مين خط الدفاع الاول في النبات? هي الادمة. لكن البيض كانت مناعة آآ آآ خط دفاع مش اول. ما فيش اول و تاني في نبات بس ديها تعتبرها اول. لكن البقائين دول تكونوا آآ بيواجهوا المايكروب لما بيدخل. لكن دي خط دفاع اول يبقى الادمة عشان تمنع دخوله من البداية. طفرة اللي تحدث نتيجة تغير ترتيب الجينات. تغير ترتيب الجينات على الصبغي. هنا بيغير جين يعني قطعة كبيرة على الصبغي. اولا من كده قال على الصبغي يبقى دي صبغية. يبقى انا هاشطب اي حاجة هجينية دي غلط. واشطب جميع ما الصبغية في العدد زاد ولا صبغية في التركيب? هو بيقول لك اكيد دي صبغية في التركيب. مش صبغية في العدد ما زادش العدد. هنا بيغير في ترتيبات الجينات بس. السؤال اللي بعده تتابع سلاسي على دي instantane秘نات على اتيار الني الحقيقة احنا حفظينه. دايما بقول ده. على الدين يمس الكودون الوقف. يمس الكودون الوقف على الدين بداع لا ادي اني قتت هتجيب منه الام وار اني هيبقى والحقيقة ده كودون وقف وده لا يتم آآ نسخه للتيار النية يعني ملوش مضاد كودون يعني ده ملوش مضاد كودون. اه من البروتينات التركيبية والتنظيمية في نفس الوقت. مين من البروتينات التركيبية والتنظيمية? الكيراتين لا تركيبي. زي ما قلنا كده الكيراتين ده تركيبي والكولاجين ده تركيبي. هنا البروتينات 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 الغير هستونية او اللا هستونية. البروتينات الهستونية دي تركيبية بس. تركيبية بس. اما الغير هستونية دي قلنا عليها نوعين تركيبية وتنظيمية. اللا هستونية حتى كنت بقول لكم غير آآ هستونية دول كلمتين فافتكر تركيبية وتنظيمية. أم سو بالخطأ بيقولك انخفض هيرمون عندها نقص عندما انقص اليود في الجزاء ده السيروكسين سيروكسين وعدد الفقرات الملتاحة ما دول 9 9 5 جزائية و4 لشاية توقف نشاط المبيضين عند المرأة يؤدي لحدوث ايه لما المبيضين يتوقف عند واحدة ست ده بيحصل امتا بيحصل عند المينبوز المينبوز اللي هو سن اليأس فايه اللي بيحصل للست في اللحظة دي? ظهور الاعراض سن اليأس. خلاص? هنا تصل المرأة الى سن اليأس او اعراض سن اليأس. طبعا هنا تتوقف الدورة الشهرية وبيجي لهم واجع في العظم والحاجات دي. انت بس هتقول له ايه? آآ تصل السيدة آآ آآ لنفس حالة سن اليأس. آآ لان انت عندك الموبل بيطلع وانه دول مسؤولين عن حاجات الوظائف بتاعتهم بقى هتقول ان هي تلاغت في الوقت ده. تنتج الخلايا البلازمية من انقسام الخلايا التقية المساعدة. البلازمية دي جاية من اين? آآ دي جاية من الباقية. تجيب دينا باقية باقية بلازمية. باقية بلازمية. باقية من الباقية. كمية البورتين في الخلايا الجسدية المختلفة في نفس الفرق متساوية? لا كمية الدين ايه هي المتساوية? عندنا آآ سيطة عبين كولوموزون في الخلاج جسدية. مضاد الكودون حمض المسيونين هو تاس المسيونين اي يو جي. مضاد الكودون بتاعه يو اي سي. اوكي. الخلل في ايض كل من الجولوكوز والدهون. لما يحصل مشكلة في ايض الجولوكوز والدهون. اكيد ده اه بسبب الانسولين. يبقى ده مرض بول سكري. يتم تدمير الخلاج السرطانية بواسطة مين? مين بيدمر خلال السرطانية. او الان كي. اه هم اللي بيدمروها. ما فيش غير في الاختيارات. اه اوكي. هنا كده اسئلة اختر خلصت. اه بيقول لك هنا اخر حاجة هرمون يتم افراز عند بدء وصول الطعام للمعدة الجسترين. لا سوري. وصول الطعام الى المعدة. عند وصول المعدة. اه بيتم افراز الجسترين. لكن لو قالك الاسن عشر عند وصول الطعام للاسن عشر. بوصر الطعام للمعدة بعدها جسترين. اتفاق خلال النبات بسبب دخول الماء اليها. اه اكتر مصطلح. هو عايز اي اه. اه المصطلح العلمي. اه دي دعمة في السيروجية. ذكر له امه ليس له يعني ده ذكر نحل العسل. ذكر نحل العسل. مناع يرتبط دي من الانتجينات. مين الجسم المضادب يرتبط بالعديد? الاي جي ام. اجزاء صغيرة توجد عند اطراف بعض الصبغيات ولا ترتبط ولا تعبر عن شفرة. الحبيبات الطرفية في الصبغيات. انزيم يكسر الروابط بين القواعد النايتروجينية. اه في جزيدي الني ده اللي بيكسر روابط ايدروجينية بين القواعد النايتروجينية. اه تمام. كده الامتحان ما فيش حاجة تانية اعتقد. اه يا شباب.